حانا مشي معاكم لهذا العطر الجميل واحدة من الأماكن السمحة نحن كالسودانيين نقول أماكن سمحة بما فيها لكردفان الغرم خيرا جوه بره نشوف غابة العين في العام 1912 دخلت السكك الحديدية مدينة الأبيضة ونسبة لطول الخط بين العاصمة الخرطوم وحاضرة كردفان كان لابد من إيجاد مصدر للوقود يحرق قطارات المستعمر لحمل المؤن والجنود بحسب الروايات الرسمية فكان أن وقع الاختيار على هذه المنطقة جنوب مدينة الأبيض لاستزراع نوعية من الأشجار التي توفر الطاقة فتكونت غابة العين التي تمتد لمسافة 45 ألف فدان من أشجار المهوغني والصنط والكتر وغيرها من الأشجار المثمرة وتعبرها عدد من الوديان الموسمية مما ساعد على تمدد الغابة وتنوع غطائها الشجري في خمسينيات القرن الماضي حدث تحول كبير في حياة الناس بمدينة الأبيض فقد قرر المستعمرون حفر خزانات وسدود وسط الغابة لتجميع مياه الوديان وجلبها لمدينة الأبيض عبر الأنابيب الناقلة لمسافة 30 كيلو متر ويقول أهل المدينة إن كانت للمستعمر من حسنة فتلك التي تحدثنا عنها وتوسعت من بعد ذلك خزانات المياه وأجريت عليها تحسينات بمرور السنين وظلت هي المصدر الأوحد لسقي المدينة حتى وصول المياه من حوض بار الجوفي في مطلع الألفية الثالثة وظلت الغابة غنية بمواردها غير المستغلة فبها الأراضي الزراعية الخصبة والمياه الوفيرة والتيار الكهربائي الذي يحرق الطلمبات لضخ المياه في الخط الناقل هذا التحرك وإن جاء متأخرا ربما يحدث نقلة إيجابية لتطوير المنطقة واستغلال مواردها وقد ظلت طيلة السنوات الماضية حقلا بحثيا لطلاب الكليات المتخصصة بشأن البيئة والزراعة والموارد الطبيعية تحيط بالغابة سلسلة جبال كردفان وجبل حميدة الذي اكتشفت فيه مؤخرا آثار لحضارة قديمة يعود تأريخها لدخول الإسلام للسودان مع كل هذه المقاومات الجمالية ظلت الغابة مفتوحة وما تزال إلا من حراسة محدودة لحماية مصادر المياه وفي فصل الخريف تتحول المنطقة حول الغابة لمخارف للقبائل الرعوية ويزداد جمالها ألقا بتمازج الخضرة والمياه وتطل جبالها شامخة كأنها تتأمل في دهشة المشهد أمامها وتحدث بنعمة ربها بقليل من الاهتمام قد تصبح هذه المنطقة جاذبا سياحيا يضاف لأهميتها كحقل بحثي متنوع ومتنفس لأهل كردفان وخاصة مدينة الأبيض بهذا الثراء والتنوع تظل غابة العين واحدة من الموارد الواعدة زراعيا وسياحيا فضلا عن انتاجها الغابي ودورها البيئي ترجمة نانسي قنقر